موسيقى دائما الموضوع يكون من المنظور اللي انت قاعد تشوف في الموضوع النفسه فما يعتمد لك على انت يمكن وين تكون واقف او وين انت تكون قاعد وشنوع عينك قاعد تشوف وتخلي عقلك يصدق واقع المعزز شنو صار وهو اللي سيطر عليك اكثر شلي انت تشوفه وتفكر انك انت قاعد تسويه ولا انت وين مكانك فعليا بشكل فيزيائي موسيقى يعطيكم الصح والعافية معاكم احمد وعريكي بداية الفيديو اكيد لا تنسون اهلنا واحبابنا مدعاكم الصالح اصلا الله يثبتهم وينصرهم وفقعوكم ويرحم شهدائهم حسب الله ونعم الوكيل اغلى شي تقدر تسولهم يا انك تدعي لهم فلا تبخل عليهم مدعاك صالح ولا تدخل علينا من ناحية الدعم انا اكيد انك تشترك وتفعل جرس التنبيهات وتدفاعل مع هذه الفيديوهات علشان تقدر توصل لحق اكبر شريحة اليوم راح نقيم لكم الابل بيجين برو من بعد استخدام تغريبا اقدر اقول الحين خمسة ايام واكثر من خمسين ساعة من الاستخدام بالفيديوهات السابقة راويتكم شون الشغلات اللي انت تقدر تشوفها وراح تشوفوين شغلاتي هنا بالفيديو شلون ان انت تقدر تستعملها من ناحية طريقة النظام والايماءات الى اخره بس اول شي احبت طرق له وهو الهاردوير العتاد اللي راح يكون موجودة هنا واخر الفيديوهات اللي راح يكون موجودة هنا واخر الفيديوهات اللي راح اعطيك tips and tricks ناس وايد لم تتكلمت عنها للامانة من فيديوهات اللي انا شفتها على الأقل من تشرم من ناحية شون شغلات اللي هم بعد اضافية تقدر تسويها انت بالنظارة اقرب لك تحسسك كأنه هو كمبيوتر فعلي او حتى الايفون اذا انت كنت متعود تستعمل منتجات ابل فهم خمب اللي شوشي من ناحية العتاد واول شي راح يكون شونو انت تشوف داخل نظارة اكيد الشاشتين فخمب اللي شوشي بالشاشات اللي قاعد تشوفونا هنا كل واحدة فيهم راح تعطيك دقة اكثر من 4k اللي يعطيك pixel per inch density الاعلى على اي جهاز موجود عندنا فوق 3300 pixel per inch فوق 3300 pixel per inch رقم خم فشار يرتنا تسبيع اول ما طلعت فيها شركة ابل كانت 326 pixel per inch يعني هي عندنا فوق 3300 pixel per inch رقم وايد وايد يخوف اعلى من اي نظارة ثانية اللي خلي دقة هذه الشاشات تعطيك طابع فعلي حق الواقع اللي انت قاعد فيه علشان تقدر تتميز ان هي تعطيك واقع معزز وواقع افتراضي بنفس الوقت من ناحية الامكانيات والكفاءة و بنفس الوقت علشان تقدر تستعملها بعد شاشة حق الكمبيوتر و ثم راوتكم فيديو لطاف لما تيتشبكها انت مثلا على الماكبوك اما من ناحية انت كنت مثلا تحتاج ان تلبس نظارة فالعدسات اللي راوتكم اياه ذاك اليوم بالشراكة مع شركة زيس ستشتغل بشكل جدا مناسب انا لمانا كنت استعملها بدون العدسات اول ايام بس من حطيت العدسات التجلبة ماتي صارت وايد وايد افضل على الشاشات اللي راح تكون موجودة هنا اما جهز الاساسي من ناحية الراحة اللي انت تركبها بالذات عند الواي راح يكون لها علاقة بالسيل هذا و انا حاط السميك مثل ما انت شايفين في واحد انحف منه السميك ضروري حق اذا انت كنت لابس الزايس او العدسة علشان غموشك لا تحوش الشاشة لها الدرجة و هم دقيقين من هالناحية علشان ما يخرب لك تجربة المستخدم غير اللايتسيل الاساسي اللي راح يكون هم بعد موجودة هنا علشان يبعد الشاشة عن ويهك ويعطيك الـ الـ فينا سوائي جربتها وتشكيل تعطيك الطابع ما للموشن سيكنس اللي انا لما حصلت مع فلايستيشين في ارصدار الاول طيحتني من حيلي حقوق ما استعملتها قعد ثلاثة ايام بس ترجيع عزكم الله كانت وائد وائد تسبب لي صداع بشكل مو طبيعي في اعتمد انتش كتر بعد النظر مالك اتوقع هذا شيء ممكن ان يصير معك بالـ Apple Vision Pro فهما يحطو لك هذه الـ بس اهم من ناحية شوني شغلات اللي يعطونك ايها علشان يقللون هذا الأفكت او يقللون هذا شيء ممكن يصير فيك انه يعطونك Custom Light Seal و Custom Cutout هذا اللي راح يكون موجود علشان يبعدك اياها فدائما ابدان اذا بتعرف انت المقاصة الصح مالك تقدر تسويهم من خلال التطبيق علشان ياخذ مقاصات ويهك فانا على سبيل المثال المقاصات الافضل بالنسبة لي ايها 21W فهذا ما راح يكون size واحد حق الكل يعتمد على ويهك يعطونك انت افضل مقاص ممكن يكون فهذه الشغلة اخذها بعين الاعتبار انه ممكن الناس وائد اصلا قيمتلك هذا المنتج وهي مو مخذة على مقاصات ويهك بشكل فعلي او شكل اساسي فيشترون حي الله اي واحدة بعدين يقول لك ترى ايها مو مريحة او ايها بقيلة او ايها واتفر لانه هما ما اخذوا المقاصات الصحيحة بس نقطة مهمة جدا هل ايها ثقيلة وائد ثقيلة راح نتطرق حق الوزن هذي نقطة جدا مهمة بس خينكمل الحين حق باجل عتاد بعدين عندك السماعات راح يكونوا موجودين يميني يسار اللي انا استوعبت انه ما فيهم خصوصية تامة اللي قاعد يمك ممكن يسمع اللي انت قاعد تسمعه حتى مو شرط يكون مفلد يعني على مستوى الصوت حتى لو يكون اقل من النص الشخص اللي ايامك ممكن يسمع فحط هذي الشغلة بعين الاعتبار اذا انتك انت الخصوصية تامة البس لك ايربودز او سماعات ثانية بس السماعات يشتغلون بشكل مناسب يعطونك خدمة سبيشل آديو بشكل هم بعد مناسب ما حسيت ان انا احتاج غطي اذني لكن اذا انت كنت مهتم بالخصوصية حط بالك ان الصوت راح يطلع لي بره ومن اهم النقاط اكيد راح يكون عندك السيل الزجاج اللي هو يحميلك الشاشات مع المستشعرات نفس الكاميرات والموشن سنسرز والشغلات الثانية اللي راح تخلي هذا المنتج يكون متميز احين في انتقاد وايدي كبير على طبقة البلاستيك او اللامنيشن اللي راح تكون موجودة هي الزجاج بس لانه ملبس الطبقة من اللامنيشن او البلاستيك فممكن ايها تتجرح بشكل وايد اكبر لكن التغيير مالها او التبدين مالها راح يكون مكلفة اذا انت ما كان عندك وحط بالك انه لطالما انت حاط هذا المنتج او الكيس مالها لييوياها داخل العلبة ما لازم اتحاتي لما انت تكون مقاعد تستعملها واذا انت كنت قاعد تستعملها بوضعيات المفروض ما تستعملها فيه في رسك عالي مثلا انه ممكن تتزلق كوننا عليها بلاستيك لامنيشن انا مع الوقت اللي قاعد استعملها فيه الحمدلله ما حصلت اي مشاكل اي وقت مو قاعد استعمل فيها النظارة على طول تلقوني اغطيها حتى لو ما كانت داخل العلبة فكرة اللامنيشن على الزجاج اتوقع ببديهي احنا نحط على شاشاتنا علشان تحمي الزجاج فنظارة نفس هذه ما يندر انت وين تستعملها او وين بتكون طبيعي لا تحط عليها نوع من اللامنيشن لكن المو طبيعي هو سعر تبديل الزجاجة لان عليها اللامنيشن فاحس ان اوكي فكرة ان انت تحط عليها طبقة الحماية ممتاز بس علشان انا نبدل طبقة الحماية اللي ممكن تتزلق بشكل وايد سريع بسعر فلكي لا المفروض التسعيره تكون افضل اما النقطة المهمة الاخيرة راح تكون البطارية او الباتري بانك اللي راح يكون معها هذا راح يكون المخمى لها علشان يشغل النظارة ورح يكون هنا عندك انت مثل ليتنيني ادابتر وتقدر تبطل بالسيم ايجاكتر تول وعندك يو اس بي تايب سي كاباستر الكاباساتي المالها راح يكون ثلاثة الاف وامية وستة عشر اذا باني غلطان ويشتغل على ثلاثة عشر فلت ستة اندير ورح يكون بروبايتيري علشان يركض على النظارة من ناحية الكليبسة اكيد ما راح يكون يو اس بي تايب سي تقليدي او تايب اي لانه ممكن يفلت من النظارة بشكل وايد سهل راح يكون عندك هذا الميكانزم اللي راح يكون في لك اكيد بروبايتيري ما راح يكون من شركة ابل وخاصة بشركة ابل احين هل هذا السلك انت تقدر تبدله اتوقع اي راح تقدر انك تتبدله كون ان هذا السلك ما راح يكون ثابت من داخل بس او راح يكون مصدر الطاقة حقك الوحيد فاذا انت كنت قاعد تعتمد على الكاباساتي الموجودة هني راح يخلص خلال ساعتين فقط اذا تابع مدة اطور راح تضطر انك انت ممتاز اذا تابع مدة اطور راح تضطر انك انت تاخذ معاك مثلا بانك طاقة اضافي او تركب كهرباء باستلو من اليو اس بي تايب سي عشان يولد ثلاثة فوق مع ستة امب النظارة تحتاج علشان تشتغل عليه فكرة ان البطارية منفصلة انا احس انها سايف ذو حدين فائدتني شغلت ان البطارية مو راكبة على النظارة فا اقدر ان انا مثلا اخشها بمكان معين واحطها بمكان ثاني علشان اخفف الوزن على راسي لان النظارة راح تكون ثقيلة بس بنفس الوقت مزعج انه في واير بينهم الاثنين بزمن شركة ابل بالتحديد قاعد تسوي لك بوش بشكل مو طبيعي حق الحياة اللاسلكية فانت تتي تحطي سلك احس انه مو عملي مرات يتشربك مرات يتلوت مرات انت تلبس اهدوم مثلا وهذا ايير الملابس ويخرب الشكل ف هذا الشي كان مزعج اخر شي حابا اطرق له هو الوزن وزنها فوق 600 جرام تعتبر وايد ثقيلة بالذات لمتي تستعملها مع السولولوب الباند اللي راح يكون هو الاشهر مع شركة ابل الحين كباند بروحه ما عليه اي مشاكل الملمس ماله حلو مصنوعه وجودته عالية والمتانة ماته ممتازة حتى طريقة شلون ان انت تقدر تشده وترخيب بشكل وايد سهل وطريقة هنبعد تركيبه وشيرته هنبعد اسهل من ناحية ان انت تتبت على النظارة لكن هذا الشي ما يتحمل الوزن فالوزن كله راح يصير على الوي هذا راح يكون فقط شغلة عشان انت تتبتها على راسك فهنه يبلش صرفة انتقاد الوزن وسببت التوزيع لان اوه ما يقرروا انه ما يخلو لك ان البطارية تكون جزء من الجهاز شغل الباسترو ونثبت لان الشركة ابل قررت ان ايها ما تخليلك الباند يكون من على الراس كباند اساسي مع انه راح يكون موجود داخل العلبة ولا البطارية موجودة عشان تسوي اوفست من ناحية الوزن انه ما يكون الوزن كله اليه جدان النظارة راح تحس ان هي ثقيلة من بعد استخدام مطول انا لما ايا استعملها على البطارية مالتها بشكل متواصل اقدر استعملها واصمل على مدة الساعتين تقريبا اللي حصلت من خلال البطارية لكن اذا اطول من ناحية الاستخدام مدة اطول وايد ثقيلة وتصدعني من الامام بالذات لما تيه تريح على الخشم وتريح على الخد بشكل اساسي حط بالك انا احطت الكشن السميك واكيد قاعد اوسع وضيج على شيء لانا ابيه وهم بعد انا اطالبها بالمقاسات اللي انا ابيها ليها تكون اريح على ويهي فانا ضايقتني من هالناحية لكن متر تحت فيها وما حسيت فيها لدرجة اني اصلا نمت فيها لما انسدحت على الفراش جزء وايدي كبير انا ريحت لما انسدحت على الفراش لانا الثقل ما كان على ويهي خلاص رأسي صارت شريفة صارت اريح وايدي اكثر من دال انه هي تكون مدة طويلة لكن خنقل انت راح تستعملها مدة تمكن نص ساعة ساعة تبت منتج فيديو على الماشي تبتشوف كم شغلة على الماشي منظر اني راح تضايقها بشكل وايد كبير بس تقدر تحل انت هذا المشكلة بشكل وايد وايد بسيط انك تستعمل اللوپ اللي هو ما حطولك هي انتياج دول اللوپ اللي اصلا راح يكون موجود داخل العلبة معاها عشان لا تفهموا غلط هذه مو العلبة مالتها هذا منتج اضافي ان شاء الله نتطرق لفيديو منفصل تقدر تاخذ بروح لكن هذا هو السولو اللوپ اللي حطولك هي داخل العلبة علشان تقدر تستعمله وطريقة تركيبة مرة ثانية راح تكون جدا جدا سهلة منت اسحب انت الشريطة البرتقالية اللي موجودة هني راح ينشال معاك بشكل وايد وايد سهل وبسيط ومن بعدها تيب الدول اللوپ ويركب بنفس الطريقة فالحين راح يكون انت عندك support من فوق ومن ورا بدال لثقو كل يصير على وي من جدام راح ان بعد يمسك من هنا فا اول ما تيب تحطها على راسك كل اللي لازم تسويه انك انت تستعمل فيلكرو علشان تتيت مثل ما تري وكان مثل ما انت شايفين الحين شعرك راح يصير فيلم يعني وهذا ما يهمك شي عادي ما راح تفرق بس طريقة انك انت يتيت تبتها راح تعثم ذكي على فيلكرو وبس كان الحين انا اثبتت معاي وكا اشتغل الحين اذا انت تبيت تستعملها على هذا الشكل انك انت تتعلقها من فوق راسك راح تقدر تستعملها بدون اي نوع من التعب انا لما حطيتها بهذا الشكل للامانة وايد ارياح لي اقرر استعملها شديد بمدة ساعات طويلة بدون لا انا افكر اني لا احتاج افسخها فهذا حسيت انه اهو يمكن يكون الانسب اني استعملها لما يكون برا البيت بالذات ان اهو يعني اهم بعد ملفت للنظر اذا هذا ما كان كافي ان اهو يلفت النظر هذه راح تلفت النظر بشكل مطبيعي بس لانه هم بعد ارياح انك انت تلبسها وتفسخها بدون لا تخرب شعارك اذا كنت لابس كاب مثلا ما عندك اي مشكلة هذه راح تحلك المشكلة بشكل كبير عشان تخلص امور على السريع اذا انت كنت مثلا برا البيت او برا المكتب لكن اذا انت كنت في البيت او المكتب وتحتاج تستعملها مدة طويلة انصحوا بشدة استعمل المنتج راح يكون فيه ازرارين عندك انت اللي كراوني اللي موجودة هنا اللي تقدر تستعملها علشان تغير وضعية الار والفي ار والباسترو بشكل وايد سهل وهم بعد راح تقدر انك انت تتكبس علشان تخلص امور معينة مثلا دبل تاب علشان انت بيتدفع ويستعملك التراكر مع العيون اللي راح يكون موجود من داخل او اذا انت كنت قاعد تسوي اول ماتي انت تشغل العدسة كونان العدسات او الشاشات اللي موجودة اللي راح تتوسع وتتقرب على بعد نظر مالك اخر شي عندنا هم بعد هني كابسة زر وهو الكابتشير كي هذا لا علاقة بس بالكاميرا والشغلات اللي تقدر انت تسويها من ناحية التقاط الصور او الفيديو والسبيشل الفيديو لانه راح يصور اكيد بالكاميرات اللي راح تكون موجودة هني كعلى هذا الانجل راح تقدر تشوف عندك انت اربع كاميرات يمين اربع كاميرات يسار واحدة ثلاثة اربع ونفسهم بالضطر راح تكون موجودين صحوبة ثاني هذه الكاميرات راح تقدر تستعملها حق شيء اساسيين وهو اكيد الباسترو وقراءة الايماءات بجستشيرز وهن بعد التقاط الفيديوهات بتقنية الاسبيشل فيديو وصافة الاسبيشل فيديو يشتغل بشكل مناسب حين انت تقدر هن بعد تسويها على الايفون اذا انت حدث تليفونك حق افرستار ايفون 17 وما بعد راح تقدر انك انت تلقى هذا الخيار يكون موجود من تدخل على الفيديو تلقى هذا الخيار موجود وبعدين يقول لك انه خلاص تقدر حين انك انك انت تبلش تصور طبعا ما راح يدعملك بالطول دائما راح يقول لك ان تحتاج انك انت تصور بالعرض وهذه الشغلة ما ظنتي لها لمت من ناحية التقنية ككل كون ان حتى لما تسوي انت سكرين ركورد بالنظارة يكل يطلع لك كياب بالعرض ما يطلع لك كياب الطول اتوقع هذه شغلة لها علاقة بالسفتوير ممكن ان انت تسوي بعدين اكسبورت او اي حد يسوي لنا التطبيق ان يسوي اكسبورت حق الفوتج يسوي لكياب الطول كون ان البيانات راح تكون موجودة خلنا ندخل الحين على النظام التشغيل وراويكم كم شغلة يمكن ما شفتوها بقنوات ثاني من قبل خلنا نسوي سكرين ركورد طريقة شنون الايماءات تشتغل لها علاقة اكيد بالتتبع العين فلطالما انت عينك قاعد تشوف الشيء اللي تبيه كل اللي تحتاج انك انت تسوي انه تسوي تلي وهو يتفاعل معاك على طول اذا تبي تسوي سوايب امسك البنش وحرك بدون لا تبطل ايدك علشان يتفاعل معاك من ناحية الحركة وطبعا ما نازم حتى يبيانا ايدي جدام اقدر كامل تحت لان الكاميرا او المستشعى قاعد يوصل حق الايماءات فما نازم انت اصلا تمشي وتسوي تلي تقدر بشكل هم بعد يعني على قولة طبيعي اذا انت كد قاعد بمكانك فكا انت الحين مثلا مقعد تشوفون ايدي بس انا قادر اني احرك لان اوهو ما يعتمد ان انت لازم تسوي تلي او لازم تسوي تلي لا تشوف الشي اللي تبي تسوي بنش وعلى طول يتقبل معاك في ايماءات معينة راح تقدر تسويها اذا انت مثلا استعملت التطبيقات عن قرب على سبيل المثال فهذه الصورة اذا انا حنقرتها علي راح اقدر ان انا استعمل الموتي تتش عشان ازوم طلع لي الكيبورد انترميتد فاستنج فكا طلع لنا تطبيقات هذا تطبيق زيرو مثلا انا وايد استعمله خلن نزله دام لي حين ما نزلته ديزاين فور ايفون على طول قاعد نزل لي اياه ومن فوق راح تشوفي هنا عندك انت ابل فيجين برو ابس ما في شي بس منتي حق ايفون ايباد ابس يطلع لك كلهم هذا تطبيق زيرو كنزل احنا طقل اوبن يبطل لي على وضعية الايفون على طول بس بكل بساطة اقدر ان انا ابطلة اذا كنت حاب على وضعية التابلت او وضعية انه هيئة انه يكون بالعرض عشان شي اقول لكم احس انه بكل بساطة ممكن بعدين يسولنا تحديث ان انت تقدر تنقل هذه التجربة يا بالطول يا بالعرض شنو انت بتحتاجها فهذا يا جماعة الخير كان على قولاتهم تجربة النظام اللي كنت براه وكميالي يمكن ما شفتوا على قنوات ثانية بس لحظة سكر هذا الشي اوهو اذا انت تبتبطل مثلا تطبيقات البطلة عندك تبتسكرهم عشان تسوي مانجمة حق الرام او الذاكرة العشوائية تضغط بالزرين اللي راح يكون موجودين هنا يطلع لك الفورس كويت حق الابس فهذه التطبيقات اللي انا موجودة عندي اقدر مثلا اروح حقا ابيكس اارت فورس كويت علشان اخفف الرام صح اروح حق زيرو فورس كويت اروح حق بيتر نت فورس كويت ويسكر لي اياهم على طول فهني انت تقدر تسكر هذه التطبيقات المبطلة وتخفف الرام مثلا بكل بساطة بس اذا تميت ضغطها مدة طويلة شنو راح يصير سلايد تو باور اوف فاقدر احين ان انا اسكر الجهاز بدون لا اشيل السلك منه وهذا الشيء للامانة يعني ما شفت احد تكلم عنه امجا يزال الله خير وهذا وعلمني عليها فحسيت ان هي حركة وايد وايد حلوة علشان انت تقدر تسوي لها اوف حتى لو تخلي السلك عليها علشان اذا تريد انه ممكن المرة تشيل الواير وتركبه احين انت من انت تلبسها مرة ثانية على طول تلقائي راح يتعرف عليك ويشتغل على طول فحركة وايد وايد حلوة نحن من ناحية الباسترو تشتغل بشكل مناسب بذلك الاجواء كانت مناسبة لان حتى الضالك من كثر ما هو الموضوع يحسسك انه هو واقع فعلي جدامك هذه اصلا مو نظارة انت قاعد تشوف من خلال الشاشات فاللي انت قاعد تشوفه راح يكون البث المباشر الى الكاميرات قاعد تشوفه وترجع لك حق الشاشات بشكل على طول عشان اللي تنسي يصير وايد وايد سريع فهذا بحد ذاتي ان السيك الوضع اشلان صاير لما انت تتي تفسخ النظارة عشان شذي فجأة تحس اه اوكي الوضع ما كان شذي فعليا فيشتغل بشكل مناسب بس اذا الوضاع كانت مظلمة او بالليل الوضع ما زاله وايد راح يكون صورة نعمة والنويز راح يكون عالي فحط ببالك هذا الشي على العموم هذه التجربتي كانت حق الابل فيجن برو تشتغل بالضط مثل ما اعلنت عنها شركة ابل وحمسني حقي لي حط ببالك ان هذا اسوأ ابل فيجن انت مراح تحصله من شركة ابل هذا جيل الاول فاكيد اي شي راح يكون ينزل بعد هذا الشي راح يكون احسن من هذا الشي واردي هذا الشي وايد وايد قوي نقطتين لما انا اتبق فيهم مع يوتيوبر الشهير عن كي بي اتش دي وهو عتبي الوحيد حق هذا المنتج كإمكانيات بوضع الحالي وهو عدم امكانيات انك انت اتشير اللي قاعد تشوفه فمثلا لما يتبع علم اموهاب شون تستعملها لازم انا افصخ وعطيها اياه وانا مادر ايه شون قاعد تشوف تشتغل معاي بنفس الوقت لان وياها اخذينا نفس النظارة نشوف نفس الفيلم نشوف نفس التطبيقات او نشتغل على نفس الشي بنفس الوقت لكن ممكن هذا الشي تفعل صفتوير كون انا اوهو يشتغل على نير باي وعندك انت هنا ابل امتو اللي الان يعتبر معالج جدا جبار وبإمكانيات عالية لكن مايندر اذا هذا راح يكون حق جيل ثاني واشتا اني شي اتفقوا يا انا مظنة هذا المنتج راح ينزل مننا منتج جديد كل سنة يعني مظنة اننا سنة اليايا ابل فيجين تو برو لا اتوقع كل سنتين ثلاث اذا مو اربع سنين لما هاردوير يديد ممكن ييبلك عشان يحسلك تجربة السفتوير بشكل وايد كبير ممكن نشوف منتج جديد ينزل لطالما امكانيات السفتوير تتحلسن على هذا الجهاز من ناحية امكانيات شلون العتادي تطابق مع هذا السفتوير مظنة راح نشوف تحديثات سنوية على هذا المنتج والله هو اعلم على العموم في فيديو ثاني هنبعد راح ينزل لكم ان شاء الله بان الرحمن باشا بما يخص المعدات اللي انت تقدر تاخذها حق النظارة لكن هذا اوهو تقييم المراجعة الكاملة حق الابل بيجين برو شاركنا رايك تكر تشتريها غالية اتفق معاك وائد وائد غالية بس شي واحد ممكن نتفق مع بعض هذا راح يحرق السوق مثل ما احنا شفنا كل شي ابل اتنزل اياي يحرك السوق هذا راح يحرك السوق راح نشوف سامسونج راح نشوف جوجل راح نشوف شركات الصينية كلهم يحاولون يطعو لك بشغلة نفس هذه غير ان اندرويد كنظام تشغيل يواكب الشغلات اللي قاعد نشوفه هنا من ناحية الاماءات بتتساعد لأوي امزي نزلو لك نظرات واقع افتراضي وواقع معزز المهم شاكونا رأيكم تحت متوقع بس سلام عليكم تحيشون احمد بعركي فما الله كريم